هنقول بقى المشاكل التي تحدث في صياغة عقود البيع نفسها فيه مشاكل كتير بتخصر مثلا احنا مجموعة من بيع احنا مجموعة من بيع فيه ذكره في اناس او مجموعة بتشتري ذكره اناس احنا اذا لم نذكر كلمة للذكر مثل حظر الانسان في المبيع او في المشتري او في طرد البيع او الشراء على التساوي في حالة عظم النص ايوه 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 فنخلي بقى لنا من حداتك ممكن لا فيه ايوه يبقى النص في البيع على قدر كل بايع او قدر كل مشتري تحديدا اه مش مسألة للذكر بس حظر الانسان الزكر مثلا له خمسين متر تبقى الانسة لها خمسة وعشر متر اللي هو بالميراس يبقى يتذكر في العقد الملك اللي يتم التصرف فيه بالتحديد للرجل او للست حتى لو كان مهداه ليها مسطح اكبر من اللي ورسته تبقى بتبيع الجزئين يبقى يذكر فيها علشان تبقى صياغة العقد مطابقة للمبيع طيب كمان نعم الحاجة التانية ساعات بنختلف وفيه ناس بتبقى بسيطة في التعامل فييجي يقولك ايه انا ببيع لك قطعة ارض فضاء وبحدها الغربي شارع ماشي حدها الغربي شارع بس انا بتعامل مع ناس فيه فيه ناس اه وكلاء او اللي هما الوسطاء اللي هما بالتعبير الدرج بتاعنا سماصرة في العامة ممكن فيه ناس اه يعني كويسية والناس مش مزبطة فيقولك ايه الشارع ده خارج التحديد ويساعة يقولك الشارع داخل التحديد انا اشتريتك ارض ميت متر حدها الغربي شارع ستة متر داخل التحديد لو قلت انا داخل التحديد حسي بالشارع من قمة من المسطح الاه من المبيع من المبيع اضاف مسطح الشارع على مسطح المبيع كأنه الشارع بتباع نعم نعم يعني هذا اللفظ بيد المعنى ده ايوة اما قلت بقى ايه خارج التحديد يبقى انا خدت الميت متر صافش فانا وانا بكتب العادة اخلي بالي انا رايح الشارع ده داخل التحديد ولا مسلا هو بعرض نص متر انا عليها اربع متر ولا ولا بداخل التحديد يتحسب عليها كله يبقى ديها مسألة اه جميل دي مسألة نخلي بالنا منها في التابت وفي السيغط يعني العقود يعني يجب ان يكون اللي بيكتب العادة امين مالوش دعب باقع مالوش دعب مشتري هو ليه دعب ربنا بس ماشي مالوش دعب فانا النهاردة ما جيش انا جاي النهاردة من طرف الباقع فانا قعد ازبط اموري وزي اخدت الباقع التمن وزي يسلم ومعرفش ايه انا ما بحبش التسليم الا مع سيدات اخر قرش اخر جنيب يا سلم طيب انت النهاردة سلمت وخبير سيدتك ما فيش ما يمنع انك تسلم مباشرة ولكن ضمن بقى الحاجة بتاعتك في حالة في حالة الاخلال بسداد القصد يعتبر هو اخل اخلي خلال في سداد القصد يعتبر العقد مفسوخ من تلقاء النفسه دون حاجة الى تنبيه او انزار لو انا قلت ان في حالة عدم سداد قصد من الاقصاد يصير العقد مفسوخا من تلقائي نفسه دون حاجة الى تنبيه او انزار بذلك ده فسخ اتفاق المتفق عليه بين الأطراف ويسري في هذه الجزئية لا الجزئية دي بقى أنا عايز ألقي الدق عليها قوي لأن معظم البيوع معظمها بتحمل أقصات دمعة تسليم يعني نقول أحد الناس باع مصنع في مدينة دميات الجديدة بقدر مثلا عشر مليون جنيه خاد مليون جنيه مؤدم وقصت نص مليون جنيه كل شهر وعمل جدول باللقصات وقام في بنود العقد صاغ وقال أنه تم تسليم المصنع إلى المشتري وقت تحرير العقد والتوقيع عليه نعم يبقى هنقول بقى علشان يتخلف عن سداد الأقصات اللي بتعتبر هدم ركن من أركان العقد يستوجب الفسخ هنقول بقى لو العقد ما يشملش الشرط الصريح الفسخ اللي حضرتك أشارتي إليه الآن أنه إن تخلف عن قصت من الأقصات يكون العقد مفسوخ من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى تنبيه أو إنذار علشان يبقى العقد مفسوخ لو مش منصوص عليها هنقول إيه اللي يتطبع ليه بقى أمام القضاء في حالة الامتناء عن السداد ما لم يتفق عليه الطرفان يبقى القانون هو اللي بيحدد النصوص الاتفاق هنرد للأصل ونقول إنه عقد ملزم للجانبين وإنما وفش بالالتزام يبقى العادي بس في الحالة التانية ممكن الحالة الأولى النص الفسخ الاتفاقي المحكمة مش هتأبه بالسداد حتى لو سدد حتى لو سدد ولكن في التانية المحكمة بقى بتقدر الظرف الفسخ القضائي المحكمة تقدر الظرف التأخير وممكن تقبل وممكن لا تقبل يعني لو توقع الفسخ بالسداد يبقى المسألة تقديرية للمحكمة نعم لكن لو منصوص عليه ده نص المتفق عليه بالترواه والعقد شرعة المتعقدين ونصو على كده ده كلام زي الفل والله برجاء المتابعة بحرص لأن هذا الكلام في الصياغة وفي حلقة الصياغة مهم جدا